بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة في ما يسمى الديبليشن أو النضوب أو الانتهاء الديبليشن لما يكون فيه مثلا بئر بترول وعاوزين نشوف هذا البيئر يتم انتهاء الكمية اللي فيه بعد كم سنة ما يسمى بيه الديبليشن أو باللوء العربية النضوب الديبليشن أو في نيتشرال رسورسز دايما بنستخدمه فيه ما يسمى بيه السروات الطبيعية is calculated using the unit of activity method any environmental cost at the end of the project are added to the cost in determining depletion per unit depletion عبارة عن بوك أو ننكاش method to represent decreasing value of natural resource عن the two methods ما يسمى بالcost depletion and percentage depletion cost depletion cd والpercentage depletion cost depletion based on level of activity to remove a natural resource الكالكوليشن multiple factors ما يسمى بيه cost depletion by amount of resource removed يعني cd of t cost الماين الماين برشيز عندي مشروع كده بسيط بنقول الماين برشيز عبارة عن 3.5 مليون هذا total expected yield 1 مليون ounce ounce of silver هيجيب لي المنجم دهوت هيجيب لي ما يوازي 1 مليون ounce ounce اللي هي بسموها الاقية اللي هي بتبقى في حدود 31 جرام determine the depletion charge in year 4 when 300 الف ounce are mined and sold for 30 دولار per ounce يعني الانس بتتبع 30 دولار ounce الفض using cost depletion and percentage depletion which is larger for year 4 قارن الكلام ده الحال الاول بالتان let depletion amount equal CDA4 and BDA4 يبقى لو هحسب بالcost depletion هنسميه CDA لو هحسب بالpercentage depletion هسويها BDA الفاكتور اللي عندي بتاع CD في السنة الرابعة عندي 3500000 عن 3.5 مليون على total expected yield اللي هي 1.000.000 يطلع 3.5 per ounce يعني التكلفة اللي عندي هتبقى 3.5 دولار لكل ounce طيب هو عندي هنا هوت 300000 ounce في السنة الرابعة نشوف تكلفة بتاعتها هتطلع التكلفة بتاعتها يبقى يبقى depletion عبارة عن 300000 في 3.5 يطلع مليون و50 ألف لو هحسبها بالpercentage البرcentage اللي عندي depletion rate for silver عبارة عن 15 في المية أضرب 15% في 300000 في 30 لو 8 الونس اللي عندي يطلع مليون 350 ألف التعليق بتاعنا البرcentage depletion amount provided أقل من 50% من T I اللي عندي الونس depletion rate بيساوي cost نعطر زيد والفاليو على الونس كما تعلمنا يبقى 3 مليون عندي شركة بتيك تقولك الأرض 8 3 مليون وال اكسي باكت 2 اكسرا هتخرج حوالي مليون طن من الفحم استميد زيد والفاليو القيمة المتبقية عبارة عن 2000 and mind عبارة عن 80 ألف طن of cool in the first year يبقى أنا بأخد الكوست لوتمن الأرض اللي عندي وأقول والله الunit depletion rate ناقص ال 200 ألف اللي عبارة عن ال residual value اللي عندي ناقص عدد الوحدات هادر أجيب الunit depletion rate اللي عندي يبقى الunit depletion rate بساوي cost ناقص resida على إجمال الunit اللي عندي يبقى الunit depletion rate بساوي 2.8 هادر بساوي بساوي 350 ألف وستمت بساوي مليون بورد فيد للمبر عاوزين يبقى يبقى بساوي 350 ألف على 175 يطلع الcoast اللي عندي عبارة عن 2.000 دولار بير مليون لكل مليون بورد فيد multiple الرقم ده هو rate by the annual having to obtain depletion ل 30 ألف دولار in year and هتجيب لك 4.000 in year 2 continue using pt as the total اللي عندي بهذا الشكل كأن حساب الموضوع ده بيكون بسيط after 2 year a total عندي 74 ألف has been depleted خلص a new pt value must be used أشوف بعد 350 ألف شيل من نه 74 ألف اللي تم إهلاك هم أو تم نضوب هم أو استخراج هم يطلع الباقي الكلام ده 276 ألف un-debled investment لم تستصم أربعة additional with the new estimated نخصص 225 million board feed total هنقول والله 225 ناقص 15 أبل كده الألف ناقص 22 ألف يطلع ناقص 22 يطلع 188 million four year تيبس أو أربعة ثلاثة أربعة يطلع the cost depletion factor now يبقى هي كلها عملية طرح بسيطة جدا ما فيهش مشكلة موسيقى موسيقى